اشتركوا في القناة من الشفافية والشراكة وسعيا للوصول لافضل الحلول في موضوع التقاعد وبحث افضل السبل الكفيلة بحماية حقوق المتقاعدين والحفاظ على الصناديق التقاعدية واضاف النائب العراضي انه تم تخصيص جلسة مفتوحة للنواب لبحث كافة المقترحات والمرئيات والمعلومات والتصورات المرفوعة في ذات الشأن التي تم تقديمها وعرضها خلال الاجتماع السابق المنعقد مع الوفد الحكومي واصحاب السعادة رئيس واعضاء مجلس الشورى هذا وقد تم خلال الاجتماع تناول مقترحات وتوصيات السادة النواب التي تصب في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن واشدد العراض على سعي الجميع لتنفيذ التوجيه الملكي السامي وتقديم الحلول الناجحة وبما يعزز مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره الركيزة الاساسية للقوانين التقاعدية والتأمينية وذلك من خلال عدالة الاستفادة من المزايا التقاعدية للمساهمين كافة